اشتركوا في القناة بين افراد المجتمع مع الاخلال في سلوك الفرد في المجتمع هذا بيؤدي بحد ذاته الى زيادة في اعداد المصابين كلما زادت اعداد المصابين خصوصة في الفئة الضعيفة ونخص فيها الكبار المواطنين واصحاب الامراض المزمنة هذا يؤدي الى ادخالهم الى المستشفيات وتدهو ورحلات مصطحية وبالتالي دخولهم الى العناء المركزة وعالميا هذا اللي صاير زادت الحالات وزيد من شدة الانتشار في المجتمع يدخلون العناء المركزة وبالتالي تزداد اعداد الوفيات لكن اذا رجعنا الى الاحصائيات فنجد في واحد يونيو بلقت عدد الحالات القائمة في العناء المركزة فقط 326 حالة منها 270 حالة لاشخاص لم يأخذوا التطعيم يعني نسبة 83% من الحالات القائمة في العناء المركزة لاشخاص قير متطاعمين وكان بالامكان لو اخذوا التطعيم يكون ان شاء الله يعني ما كان حالات تستجعل دخولهم الى العناء المركزة كذلك زيادة الوفيات هذا لا يعني فان هناك اخلال او تقصير من ناحية تقديم العلاج البرتوكولي لم يتقير مملكة البحرين يشهد لها الجميع قبل الداخل بتقديم افضل البرتوكولات العلاجية ونحن نؤكد نحن داما نواكب ونسابق في تقديم افضل خدمة علاجية للمواطن والمقيم ترجمة نانسي قنقر